أجندة مراد الزغيدي تأخذ ديما نوعا من المسافة عن الأحداث وأجندتنا اليوم تكون أجندة بالخصوص ثقافية ضيف الحقينا والمرة نستقبله هنا في EFM بالطول هذا في موسمنا الثالث يكون ضيفي بعد قليل الفاضل جعاي بعلامة من علامات المسرحة تونسي بمناسبة المسرحية الأخيرة التي تمنتجها من طرف المسرح الوطني آخر البحر اللي عملت سيكي كامل تقريبا أكثر من 15 عرض منذ 5 مارس فاضل جعاي بيبش نحكي معاه على مسرحية آخر البحر على توصيفه لوضع المسرح حوالا في تونس على توصيفه لوضع الانتاج الثقافي والعروض في تونس وابش نحاول نمشي معاه كذلك لنظرته لما يحصل في تونس لما يحصل في العالم هالزعزعة الثوابت بالنسبة لمن كان وما زالا متشبعا بالقيام الإنسانية في ظل غياب الإنسانية في العالم في هذا التوقيت وقبل فضل جعاي ببعض قليل بشعكيوه عليه خليقولوا حدث يهم عالم البزنس ويكون ضيفنا مدير ومناسق مركز تجارة دولية في تونس نحكيوه بعد على مشروع يهم الشركات التونسية طبعا الحدث المهم قبل ما ندخلوا في سميم الموضوع والمتابعة الميدانية بلحظة معناها ما يحصل في موسكو بعد العملية الإرهابية اللي صارت البارح الحصيلة حسب آخر الأرقام آخر الأرقام في بداية البحث عن الضحايا يرتفع هذا الرقم إلى مية وخمستاش وهو ما يعطي لهذه العملية بعد كبير هذه عملية من الوزن الثقيل جدا والعدد الجرحة كذلك عدد كبير نعطيه آخر رقم نتحدث على 500 جريح إلى حد الآن آخر الأخبار أوكرانيا تتبرأ من أي تدخل لها في هذه العملية العملية الإرهابية اللي صارت إذن في مركز تجاري كبير في مول كبير في ضحاية موسكو وكان ذلك زاد في تار حفلة موسيقية فتم دخولي ذكرنا شوية نوعا ما اللي تابعوا العملية الإرهابية بسيناريو الباتاكلون في باريس بحصيلة ما هيش بعيدة على الباتاكلون والملاحظة أنه تقريبا كل العواصم الغربية بالرغم من الخلافة الديبلوماسية الكبير مع روسيا عبرت على تعازيها وعلى استنكارها أهمها فراسا لكن كذلك ألمانيا وطبعا أمريكا ويبدو أنه هذا بشيكون ممكن منطلقته نشوفوا شو بشيكون أرد الفعل الروسي أعطوك هذه هي آخر الأخبار مائة وخمستاش من ضحية إذن في العملية الإرابية متاع موسكو في المركز التجاري المركز هذي اسمه كروكوس سيتي هول كان تمت البارح في الليل العاشرة ونص كانوا 93 فقط فقط 93 ضحية توا في ظرف أقل من ساعة مائة وخمستاش وممكن ممكن نوصله نوصل أكثر من هكا فلاديمير بوتين كان تحدثنا بعض الانتخاب وبعض النتائج الرسمية الإعلان على النتائج الرسمية من الانتخابات الروسية على خطر على روسيا واعتبرا وفم شانتاج من طرف الدولة الأمريكية من طرف أمريكا أمريكا اللي كانت أنذرت على ما يبدو فلاديمير بوتين بإمكانية وجود خطر إرهابي على روسيا على كل طبعا هناك النشرات الإخبارية في EFM باش نتحدث كل ساعة وناخذوا طبعا التحيين على أي حاجة جديدة فيما يخص الحادث الإرهابي والعملية الإرهابية من الحجم الثقيل جدا اللي صارت في موسكو البرع في الليل واللي أصفرت ونعود على آخر رقم 115 انضحية رقم كبير جدا وآخر أخبار يقوله حداش نإيقاف من طرف المخابرات الروسية لكن طبعا الإيقافات إلى حد الآن ما زالت ما زالت تواصل يبدو أنه حتى الناس اللي قامت بالعملية الإرهابية هربت وما تمش القبض عليها يلا هذي يبدينا بطبيعة الحال بالحدث السخون أقعدوا معنا عنا أجندة مبعضنا حتى الماضي ساتي عنا أجندة يلا خليني رحب بضيفي سيوجدي نفاتي ومنسق المركز التجارة الدولية وهي من المنظمات الأممية السنطر دي كوميرس انترنسيونال الـ ITC بالانجليزية سيوجدي نفاتي مرحبا بيك مرحبا بيك وبرك الله فيك على الدعوة مرحبا سيوجدي نفاتي جيد في إطار مشروع مهم يهم عدد كبير من الشركات التونسية في ميدان النسيج المشروع هذي يبقى اسمه معاقد شوي هيك جي تيكس من تيكس تقول اسم دواء ولكن مثالي شنقعده في إطار هذي هو نعم ندواء إنهج مكون دواء بالنسبة لجزء من قطاع النسيج ركستو برش انتو مع الـ PME على الشركات الصغيرة وعلى المصامين انكواسا كونسي شنو البرامج بالضبط نحكيو في هذي هو جي تيكس من تيكس جي تيكس من تيكس ثلاثة مرات في النهار حربوشها في الصباح بعض الفتو واحنا بعض ومينا تيكس مره في الجبع نفاتيكوه بياتحار فسرلنا داشنوه جي تيكس من تيكس تكستيل بطريقة حتى الشركات تيكستيل جنرالنا نفتقى في اسمهم تيكس جي تيكس بوردير جلوبال تكستيل يعني برنامج جلوبال تكستيل في تونس ومينا تيكس ريجون مينا خاطر البرنامج فيه مكون جهوي يعني أربع دول من الريجون مينا اللي هما متع اتفاقية أغادير اللي هما تونس والمغرب ومصر والأردن نانك فهم مكون وطني جي تيكس ومكون جيهوي على شرق الأوسط وشمال إفريقيا المينا هي مينا تيكس وكيما قلت جي تيكس مينا تيكس هو برنامج لدعم قطاع النسيج والملابس في الدول لهذه الأربع اللي من جملتهم تونس الحدث الأخرين هو كونه جي تيكس مينا تيكس في مرحلته الثانية جي تيكس مينا تيكس اثنين ده واحد جان في الفين واربع وعشرين على مدة أربع سنوات إن شاء الله حتى الواحد وثلاثين ديسمبر الفين وسبع وعشرين هو مشروع ممول من التعاون السويسري وتعاون السويدي والهدف هو دعم قطاع النسيج والملابس عموما بمكوناه يعني مكون القطاع الخاص الشركات الصغر المتوسطة كما قلت أنت مصممي الموذة لكرياتور دوموت والمكون الثاني يعني بمساعدة الإيكو سيستام يعني منظومة المزارات هيك الدعم أو غيرها دونا الهدف تاجي تكس مينا تيكس وحنا طاوة انبلا لنسمنتع المرحلة ثانية هو عملنا طلب عروض ونسيناها لزاابلة قاندداتور واحد من اسمه المؤسسة الصغر المتوسطة بهدف استقطاب والإختيار تلاثين مؤسسة صغر المتوسطة بكل التعريف تالما صغر المتوسطة أقل من خمسمائة متعمالة أقل من خمسمائة أو أقل من خامسين أقل من خمسمائة، أكتر صيبته الشركات اكترنسيج فيها برشة خدينا يعني أكثر مصممين الأزياء أبل الكانديداتور بش نكون واضحين لنسي سمعوا فينا يعني أنه فما خطم تحت تمويل تستنيه أو تمويل أو أنتوكا مساعدة على العموم وتستنيه في ناس تقدم ملفاتها بش تستنفع بالمساعدة هو ذاكي طريقة نشتغلوا بها يعني في الأول للبرنامج نعملوا طلب عروض نختاروا الشركات المؤسسات صغرية متوسطة في جهة والموب تاكري الموضة يعني كرياتور دوموت في جهة بش نتفع بخدمات البرنامج إلا كيما أي منظمة أممية ما ندخلوش بتمويل مباشر أما سوفورهم دوموسين دا يعني أسيسانس تكنيك تاكو حلقات تكوين ما نائحات برسوناليزية دول الإكسبرتيز التونسية وأجنبية بسفة الدورة طاع مركز التجارة الدولية هو تطوير الصاديرات يعني نعاونوهم بش يبشوا لأسواق شلقاء وأسواق أجنبية في الصالونات وهذه نوعية الخدمات اللي تكون على أربع سنوات يعني الشركات اللي مش نختاروهم من المرحلة هذي والمصممية الأزياء هما شكونوا اللي بيني في سير تاعم المشروعين تاعنا مدة أربع سنين يعني الشركات اللي بش تقيد روحها بش تستنفع بكل ما هو موجود في برنامج جي تاكس مينا تاكس دو هذا الاسم التقني إذا صح التعبير بش تكون عندها تاقفوا معاها مش لفترة صغيرة مدة أربع سنوات بش تعاونوها بالتكوين وبإمكانية الوصول لأسواق عالمية وأربع سنين مش شوية مش شوية بالضبط مراد هو الوصول لالبجي تاكس مينا تاكس الواحد اللي هو فيه فيه آخر لفين وثلاثة وعشرين هو الخاصية كونه مش نشتغلوا أكثر على الجانب البيئية هاو جيينو إحنا هذي من الأهداف متاعكم قلت أنه بش توقفوا مع شركات تونسية فيه تحدي مهم واللي في الواقع يهم من السكل والقضايا هذي عنده حتى أبعاد نجم وقوله سياسية معنى السياسية بالمعنى السياسية العمومية معنى اليوم فما التحدي هو أنه في العوام الجاية الأسواق الأوروبية أو السوق منتع الاتحاد الأوروبي خصوصا ولكن مش سوق الاتحاد الأوروبي بركة ما بش تولي محلولة إلا للمنتجات اللي عندها لبال وأني تنمية مستدامة يعني يعني أني ما تلوتش بش نلخصوا الأمور بالضبط هو كيما قلت أنت نبدأ مني نكملت أنت مراد هو ما عادش مشي يعني 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 شروط فما بعض القطاعات بديت تقبل القطاع النسيج كيما قطاع الميكانيك وإلكتريك وفما قطاع النسيج تبدأ الإكزيجانس هذه واحد جان في 2016 يعني الشركات يعني الشركات التونسية كان متنخرجش في المنظومة هذه وكان متكونش متابق وتلتزمش بالشروط معناها حياة أو موت لحكاية بش تسكر على الأسواق بش يكون واحدة على الشركات قطاع النسيج والملابس المغلوب نتاح الشركات مصدرة كليين يعني خالي نوضحه خاطر ما طبعا نحن نكلم هذين مواجهة للشركات للي عنده شركة أو هو ستيليست موديليست أو عنده شركة صغيرة معناها ولكن هذا الموضوع يهم الجمهور العريض كي تقول أنتي معناها أنه فما قوانين من الغرد جان في 2026 إذا كان أنت ما عندك شاب يقول أنك أنت ما تلوتش فأنك ما تدخلش السوق في ماذا تتمثل هذه القوانين مع التوضيح بش نستفهم ما عليش قولو كلمة ذي وذي نجم وقلوه ولو أنت جاي في تار بارتوناريا قطاع نسيج مش في تونسبرغ قطاع من أكثر قطاعات الملوثة في العالم صحيح بالضبع هذا بالأرقام حتى الومان متحدة تقوله صحيح حتى كأرغومنتير بش ناخذ التمويل ما عند الجهات المانحة هو نبرز أهمية الامباكت على القطاع على البيئة وكيفية نحن نجم الدخل باش نقص من هالامباكت هذي هو الزيججانسة دوما مراد نتخوش برشا في التفاصيل التقنية نلخصوها نلخصوها بالضبط هي تشمل برشا مكونات مثلا حكاية الرسكلة للنفايات للدشير تكستيل اللي هي مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة للتوضيحة سيزويري روانت فرشت وتبعت شوية احنا حتى شي مقرنة بالصين لا لا اكيد احنا نسميه قطرة اما الاشكال ما تروح اشكال ما تروح الحقيقة احنا برشا شركات حتى في جي تيكس المرحلة الأولى صعادنا اكثر الشركات الكبيرة شوي اكيش مرادية قلنا معنا عنا تقول الامكانية الاكثر شركات صغرى عنا برشا شركات في قطاع النسيج معناها في متابقين وخطريخنا ما يلوثوش بلوزو بش نلخص قلت الرسكلا الرسكلا رسكلا تتكلف غالي سيزو تتكلف غالي لكن عدم الرسكلا يتكلف اكثر برافو والحاجة الثانية الا ما نجموش نغذر بركة لل الاشياء الميكرو تاع الشركة فما البيئة في البلاد كاملة احنا عنا اجيال قادمة عنا معنا التلوث عنا فلاحة بالضبط الحاجة الثانية الموارد المائية دونك نصنعنا نختم على رسكلا المياه معالجة المياه خطم قطاعات في قطاع نسيش كما تجين مثلا يستعملوا بارشا كلي بروديوشي ميكرو فتدي لعنا نفايات بالضبط الحاجة الثالثة هي الاميسيون كربون وذية ريستركشون استعمالها الاتحاد الاوروبي اجستمان كربون على فرانتية الغازات معنا يعطيك معناها الاميسيون بتاع الغاز السيو دو اللي هو تزم انت تبدأ كشركة عندك نظام تحسب به كربون قديش انت تلوث البيئة وقدر معينة معاش نجمة مش مصبوح بيه دونك احنا مش نحاول نحسو شركات التونسية بهل بهل اختارة ذي الكل ما رح لأولا تحسيس ما رح لثاني انخيراتهم في المنظومة هذي احنا كما قلت لك من مولوش لكن نساعدوهم بالخبرة بال معناها بالإكسبرتيز التونسية والأجنبية حلقات تكوين باش يكونوا مهنايا ان شاء الله قبل الفين وستة وعشرين لكلهم ان شاء الله يكونوا معناها حطوا هالاليات الضرورية باش يقيسوا الاميسيون كربون باش يستعملوا نسبة معاينة من القماش اللي يستعملوها يكون مورسكل يعني بيو ديقرادابل ولا مستعمل منقبط بذبت معناها احنا باش نحاولو ونفس الوقت مع المؤسسات صغره متوسطة فما الجانب الآخر تعمل مصميمي الأزياء الخطر مورد الجانب البيئي يعني زادة هالمصميمي الأزياء توا سيكون أبالي كو ديزاين يعني انتي من المرحلة التصميم والديزاين تنزم تبدأ تصمم منتوج اللي هو قابل للرسك لانهاريخ دونك هالانخيارات متاع مصميمي الأزياء مهم خطر توت لاشين كل الحلقة من التصميم للإنتاج للتسويق الغيره يكون كله مطابق للشروط هذية سيواج دي أنا متأكد أنه الملف هذية تعرفوا مليح خلي نمشيو شوي للدياغنوستيك وين تتموقع تونس في الترتيب العالمي أو على أقل في الترتيب الإقليمي ديزان متاع البلدان اللي عندها صناعة نسيج هل أنا مؤخرين يسر على هذا المستوى الإيكولوجي والتنمية المستدامة أو ما يسمى الليكو الليكو سرتيفيكاشون جرين أحنا وين موجودين عنا برشة خدمة تستنى فينا هو كنظرة معناه من بعيد القطاع النسيج والملابس لزنديكاتور من الأشارات الكبيرة بوزيتيف كي نشوفوا قداش التصدير قداش مواطن الشغل قداش عدد المؤسسات كلها بمؤشرات بوزيتيف تبقى فما بعض المشيات الخصوصية مثلا كيما حكيت لك قبل على قطاع مثلا الجين الجين عنده بعض الخصوصيات اللي لقدر الجين ستن برودي دولوكس شوية يتباع غالي شوية حتى الأسواق الأوروبية فما حاجات مربوطة بالكونجنكتور بالكونجنكتور الانترنسونال معناها المواطن الأوروبي القدرة الشرائية نتاعه مثلا نقصت بعد اللي نشوفه في الأوكرانيا وروسيا في الكوفيد هالي صار الكل دانك واللي هو بايدو معادش كبابل باش يشريه بسهولة المنتج هذي خلف هذي فما دي ستوك معناها موجودين في الأسواق الأوروبية دانك لكوماند بالنسبة لمؤسسات التونسية نقصت والحقيقة لو خياني اللي يخدم في قطاع الجين بالذات عندهم عديد صعوبات الهيكلية باش يلقاهوا أسواق باش يستمروا وفما برشق عادين ينقصوا حتى في مواطن الشغل باش نجاوب مباشرة عن السؤالك احنا الحقيقة عنا تجور بيان بلاسيك في السكتور تكستيلا بيمان في الجهة مع حريفنا الأساسي الوطحات الأوروبي ومع حتى الأسواق الأمريكية كي ما قلتك في قطاع الجين وغيرها عنا الملاحظة كونه دو زوز مستويات تاش مؤسسات هم مؤسسات بالحق كبيرة اكولوجية متطورة عملت هاللزام في التاقة التاقة البديلة بضبط انا حبيت نكمل نرجع معاك بركة على حكاية الجرين كي ما قلو على البعد الإكولوجيا على البعد وانو الشركات ما تكونش ملاوثة نعرف انو هذا فيه استثمار كبير وفيه تغيير نوعية البروست متاع الإنتاج في رأيك أشان هذي ينجم يقوموا به الخواص وحدهم أم أنه يلزم تكون وراهم سياسة دولة تعاونهم في تخطي تحدي هذي هذي سؤال خارق العدم ورد خطي هزنا مباشرة للعنصر الثاني اللي هو سميتونتي لبوليتيك سياسيات العامة وإحنا أكيد إجابة قطعية مناش موش يعمل وحدهم خطر استثمارات كبيرة برشا نحكي كفية التاقة معالجة المياه معناها عطينا فكر على الحجم ترى بالنسبة لشركة متوسطة باش ناس تفهم باش ناس تتبعك أكيد باش منقولوش مليارات ونقولو مئات الملايين على أقل تقدير على أقل تقدير واللي هو معناك تعرف المعنى هاليزيكيبمانت على الفوتوفولتايك ومتا معالجة المياه الستاسيانت على التريتمانت على المياه وكذا تبقى هناش نخطب على المكون اللي باش نعاونوا الهياك العمومية احنا عنا وزارة الصناعة تبعت قطاع صناعي من وراها السيتكس مركز النسيج ومعنا وزارة تجارة لفيناليتي هي التصدير ومعها مركز نهوز بالصديرات باش نعاون كنقم في باكر نشغال آآ أقل شيء آآ أبي خطر راح نعنيه أكثر بالمؤسسات التونسية آي التونسية آآ ما ونحكي على التصدير التصدير اكزاكتومون الهنا لازمها سياسة دولة وماش نعاونوا فهم الحقيقة بعض البدايات الالياتر فهم بعض مثلا استراتيجية الصناعة التونسية الصناعة والتشجيل أفوقها فين وخمسة وثلاثين فهم الجانب كبير معني بالجانب البيئي والجانب الرقم رقمنا هذي ودولة عندها سلاح الجيباية يعني أنه تنجم غدوة نمشيوا في اتجاه وأنه كل الشركات أنا قلت لي موجودة في ساحل اللي أنا أغلبية أنت تحت موجودة في ساحل أنت بيتك جيدة جيدة منصوصة آآ يخويا اللي اليوم باش يصرف باش يكون في اللي نورم أوروبيان نحيولو المصاريف هذيك من القاعدة الجيباية متاعهم هذي فكرة وفهم فكرة أخرى أكيد زادة يخطموا له حتى على مستوى وزارة الصناعة نذكر برنامج تأهيل الصناعي البروغرام دو ميزان نيفو طوال يمشيوا أكثر الحقيقة لازم يكون فيه تحيين وملاءمة للواقع معناها طوليسك تعمل امتيازات جبائية ولا مالية ولا دي سوبونسيون للإستثمارات هذي معناها الإستثمارات في مجال البيئة بالذب في مجال الرقم معناها ستدوى إيفولوية ويتبع على التندانس متاع خاطر كما قلت انتي ملول الشركات أول شيء ستتوى إستيانة حياة أو موت كان في الفين ستوى عشر معا شي صدر ما نمشي سكر شوف قداش من خدير ما قداش من عائلة وفي نفس الوقت ما يجي مشي يعمل الإستثمارات هذية وحده طوالك أحنا نحاولو نعاونه بالأسستانس تكنيك فما مع بعض الهيكل حتى الدولية تعاون بالتمويلات كما مثلا منظمة التنمية الصناعية اللي هي أكثر تعني باللونيودي تعني أكثر باللونيودي برنامج أممية اكزاكتومو فما حتى التعاون البلاترال ايه فمعت بلدين ألمانيا مثلا من بلدين اللي يعاون التونس اما الحقيقة التوساء مراد لازم يكون القاترة هي سياسة نتاع الدولة وعلا الناس كل باش يتبع معاك وتعتيك تمويلات وطنية ولا أجنبية لازم الدولة تكون عندها سياسة واضحة استراتيجية واضحة الحقيقة في الجانب النظري في استراتيجية الصناعة الفين وخمس وثلاثين فوق الفين وخمس وثلاثين مباشرة فيها معناها للجانب البيئي والجانب الرقم معناها وكل توقع 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 آليات التنفيذ والتمويلات كيفاش الدولة مش توفرة الاعتمادات هذي باش ترافقها المؤسسات فما حل الجباية كما قلت انتي فما حلول زادها متاع برامج تأهيل الصناعي ومتعتي امتيازات معناها مالية مباشرة للمؤسسات دي ما فهم الاشكاليات وانو الدولة اليوم تمر بازم مالية كبيرة في المالية العمومية ثم ثانيا فما دي ما كان نقاش بتاع تقول كابرتو قطاع خواص لكن زادة الدولة يلزمها تقفز احيانا مع الخواص لانو قد ما هو بشي صدر قد ما بشي خلص أمبو قد ما بشي خلص ذرايب تدخل للدولة وقد ما بشي يخلق مواطن شغل اللي هو وبالضاء بتخصن قطاع النسيج والملابس مرات كما قلت لك الأغلبية أكثر من 80% مؤسسات مصدرة كلين ونحب أن نكره القاتلة الأساسية تعتني ما هي التصدير والعملة الصعبة بكل ما يعنيه والحاجة الثانية هي كما قلت مواطن الشغل هو قطاع من أكثر القطاعات المشغلة خاصة في مناطق الداخل الجمهورية في مناطق ساعات بعيدة على الساحل وغيرها يعني مهم كي تكون تشغل 200-300 مواطن شغل يكون 200-300 عائلة يعني لازم برموات دولة تركيز وعناية خاصة بالقطاع هذه بش نواضح نقطة كنت أحكي علي قبليك وأنت ملم بالملفذية استعملت كلمة قضية حياتة وموت يعني أنه بداية من غورة جنفيا 2026 إذا كان أي منتوج إستامبي ميدين تونيسيا أو حتى مش ميدين تونيسيا خارج من تونس ما يتوفقش مع القوانين الجديدة اللي بشتعمل الاتحاد الأوروبي مستحيل أنه يدخل معنا ما فماش إمكانية أخرى مستحيل الإطار القانوني موجود مركز مهيئ وكله في أوروبا وتتسكر البيبين تتسكر طائرة كالش مراد نعملها على مراحل يعني من اللول باش العبيد تقرح سيبا في 2023 24 25 بشوية بشوية لين يوصلوا يعني أما واحد جان في 2026 يدخل حيث التنفيذ غير ممكن قانوني باش تصدر على السوق الأوروبي وفهم حتى في الاستراتيجية على المستوى الأمريكي وفهم حتى هم عندهم استراتيجية على سكتور تكستيل يسمي هم الدائري ومستدام تقريبا نظوم المرشيات البرنسبو كل ما بتاتر سي وجدي على مسألة الرقمنة للديجيتاليزاTION في هذا البرمج جي تيكس منا تيكس ثنين شو البعد انتو ما بشتعونو بشتعونو شركات المتوسطة كيفاش هو الرقمنة كي ما فهم مراد بتاع البيئة فهم الرقمن الرقمن سيكون ترسابيليتي معناها انتي بشتوصل في الاخر بيقول عندك مريول والسرويل والسورية بشتبيحها بشتصدرها لازم المنتوج يكون ترسابيليتي من أول مكان لقطن وينت زرع نحن نصدر ورد لقطن نعمل الخيط دونك سيكون ترسابيليتي لباسبور ديجيتال معناها كي تشري كل كل مرحلة تكون دخل للمعطيات هذيك فوست هالبوس فوست كل كل أرتيكل يكون فهمة ترسابيليتي بش يعرف المنتج يتباع في السوق الفينال معناها يعرفوا طول بروسس مثلا نعطيك مثال تكون فيه المعطيات على مثلا في بعض الدول نعرف بعض الدول آسيوية لتو عندهم تشغيل القصر المينير معناها توتسي دونيلات تلقاهم بيش هو في الأخر بكل يكون أهمهم أهمهم بنجلاديش لكن فهمة بلدين أخرين وانا ماكستين كذلك وهنا معناها 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 إن شاء الله هما بينا يتطبق عليه متحاد أوروبي نفس المقاييس طباقه اللي نحنا بيشكون منافسة عادلة أما الثوما تنراه اليوم السياسة تفرق شوية ونفهم بعض الحاجات مسموح بيها تقريبا اللي أنه زادة كذلك فما لبيات قوي يسر اللي يساعدها وأنه تصنع في بنجلاديش وتخدم العباد يخذوا يخذوا في دولار في النهار بالضبط نعطيك مثال مثلا فما تول شركات أوروبية كبيرة يصعون في بارتي في تونس كي مقولوا 20% من الإنتاج في تونس 80% في آسيا جمو ومبيدهم لزوديت كي جمو لزوديت يوريك 20% المنتج في تونس ترافيها لنار و80% هذي كي مقولوا هذي اسمه شوية ترافي كما هذا هو الواقع هذا اللي موجود على وشركاتنا هي صفر دوساء معنا إن شاء الله لحنا كونس هذي لوبيا كي ما قلت أنت بيش بمعزل عن السياسات الديبلوماسية وال لا فما مركات أقوى من دول قلوها معه بالضبط مركات تعسبيدريات فيها أربع حروف أولها إن مثلا مش ما تسميها شفر دافير متاعها أكثر من تونس صحيح أبسلوما أكثر من تونس أكثر من ميزانية تونس نقص وحتى السياسات تبيدها متاع لتحد لغيرها معناها ألسان أنترقومي بين قوسين أمبوزي ولا قديل برشركات هذي هذي أمبوز بستعمل قوانين لزيجيجانس لسنا في المدينة الفارلة أكيد كيفية نتنجم تقدم ملفات عندما تدخل في هذا البرنامج متاعكم جيتكست ميناتكست ثنين حربوشة في السباح حربوشة عند لول واحدة قبل نوع صعو يجب أن يخذوا الحربوشة لولة قبلنا يوم كياتا أفريل ديجا نحن 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 طلب عروض موجود على الباج فيسبوك متاعنا جيتكست ميناتكست تونيزي وعلى لينكي دين كيف كيف يلقوا الرابط بتاع الكاتيجوريين تاع مؤسسة صغر المتوسطة والفئة بتاع المصممين والمبتكرية الأزياء اللي هم أساسا الشبان معنى عندهم بعض المركات اللي بداوا يلقوا كيستيونير معنى استمارة أون لين على الباج فيسبوك جيتكست ميناتكست ثنين جيتكست ميناتكست احنا كنا ديش شروط سامبل وسعت الرقعة وسعنا الحقيقة وابش قولك مراد ع التوسعة معنى الشروط مهيش ما نتصور شي بش تصعبوها بالكل المهم تكون عندك وجود قانوني بالكل وجود قانوني مع بطين دا ودي ما ماشي على الأقل امتي تبروش ولا حتى في مش بضرورة تكون افانجارديست ولا متطور ولا حاجمي على الأقل عندك الفكر التنوية المستدامة تحب تنخرط في المنظومة هذه وعلى ذكر توسعة مراد احنا نورمال مو آخر أجل كان غدوة كان 24 مارس وإحنا 28 في الآخر 30 مؤسسة و10 مصممي أزياء معناها الكانديداتور اللي وصلونا أكثر بيأسر من هذا أما قلنا لا خليوا أكثر ما جال اللي باشي عباية تصب مددنا في أجل متاع السوميسيان متاع المعنى الديدلاين متاع وآخر أجل إن شاء الله كي ما قلتك باشي صبوا الحربوشة اللونانية هو يوم إن شاء الله 3 أفريل إن شاء الله 3 أفريل معناها مازال عندهم محدش نيوم تقريبا باشي يقيدو حكيت قبيلك على المصممين حتى إنسان ما معنا ما عندوش أتليه ما عندوش معمل ينجم ينتفع بالبرنامج هذية وكبر للمصممين المصممين الأزياء كنا متسهلين أكثر بيسا خطر نعرف السيد جنرال ما عندوش حتى تمويل ما عندوش برش معرفة قانونية دون كنا متوسعين أكثر في الإكريتير إنسان عندو الرغبة عندو وبدأ إما عندو ماركة أو حتى بيصدد تطوير الماركة في القطاع دي من نسيج والملابس والموذة ونحاول ناخد مصممين إلا عندهم زادة إمكانية خطر دي ملاف فينال تي معناها التجارة الدولية كما قلت لك من لول وفينال بيش نعديهم لمرحلة التصدير على الأسواق العالمية يعني إذا يكون قمام عندو حجم معين تجربة معينة بضبط مش من زي كي بداء معرفش السوق مش للمبتدئين إذا ساحة التعبير بالضابط وموراد في المرحلة الأولى خدمنا مع مبتكرية وحقيقة مش من قطاع النسيج اختصاصي خدمنا مع بعض المصممين زي ومصممين الكرياتور دو مود عنا دي زي اكزامل خار كل عاد مورا دي جون السانسيل ما الحقيقة دي جون فام كرياتوريس عندهم بعض مركات تونسية عندهم ومعارض وصالونات واخدام مرشيات في دول الخليج في أوروبا واخدام محتش كون اخدام جوائز عالمية تابعة منظمة التجارة العالمية من عنا الو تبقى الحقيقة ما بداش عندهم التمويلات الظرورية من لون وخاصة ما عندهم شكل تأثير ما عرش كيف يصدر ماعناها ماعناها مرشان وتفهم نحاول نعاون في كل واحد في مجاله بين مؤسسات صغر متوسطة وبين المبتكري للموضة وحتى لوجيك افوار لدو كاتيجوري هذوما باش ننوفر للمبتكري الموضة المجال باش يخدمو دجا مع المؤسسات التونسية يطور هما لكوليكسيان يطور هما لكونسيبت لديزاين من لول دجا لفائدة المؤسسات الصغر متوسطة اللي هما ينتفعوا بنفس البرنامج مع بعضها إن شاء الله قلت تأثير نصيحة توجيه شكون هم الناس اللي بشي قطروا ينصحوا يواجه ومع خبارات من الناس من الماركتينج أكيد دو منتورينج ما نوع من المنتورينج ماذا تعملوه بالضبط هو دجا عنا شركيات تا البرنامج كيما قد تقبيل وصارت الصناعة التجارة سيباكس سيتيكس قطب التكنو بارك متاع المستير أم أفسي بول وعنا الفيديراسيان تونيسين تكستيلا بيمون هي تمثل القطاع الخاص في البرنامج هما دجا لبرتونير هذوم عندهم نوع من الخبرة دانك نجم نصابوية على الخبرة هذي واحنا كماركز نجم نوفر خبرة خصوصية حسب الطلب متناسقة مع القرط اللي بش ندخلو في البيئة رقمنا وغيرها خبرة وطنية كان موجودة والحقيقة ذي كاللوجيك تالبروجي نحب وحنا نكون وزيد الخبراء وطنيين هنا في المجال باش وقت يمشي البروجي على روح تقعد الخبراء اللي نجم يواصلو العمل وبتبع في مرحلة أولى مش نوفروا حتى خبراء الجانب حتى لترانسفير دو كنسانس اللي إن شاء الله نكون عندنا معنا أمبول يواصلو المرافق على المؤسسات التونسية خطة دي للوجيك تالبروجي دي كوپيراسيون المراد لازم نوصلو عن استقلالية يبدأ عنا خبراء معناها في جميع المجالات اللي مش نخدمو عليها يكونوا تحت الطلب بيكون عندهم التجربة وحنا نفس الطريقة اللي ختمنا بها في المرحلة الأولى وعنا كونا كم نقول عشر من الناس طوى اختصاصيين في مجال النسيج ويرافقوا في المؤسسات حتى في الجهات الداخلية كما القسرين وقفصة وسيد إبوزيد ومن فهم بعض المشاكل مع بي نوتاني يحب يكون هو المستثمر الوحيد في الجهة عملنا شوية أبخاش من تحتكوين أمبول ديكسبير إن شاء الله تونس ومش يكونوا معنا سيد الخبراء الأجانب اللي نجمو نوفرهم حسب الطلب بغض نظر على موقعك منسق وطني لهذا المشروع في صلب الـ ITC هل أنت متفائل ونعرف عندك خبرة وخدمة تقبال في مؤسسات تونسية حكومية تخدم على التصدير هل أنك متفائل اليوم في ظل برشة تحديات وبرشة إشكليات القطاع النسيج في تونس والله متفائل خد نشوف بعض التجارب الحقيقة تشركات الرائدة عن شركات تصنع لكبر الماركات العالمية معناها على مستوى عالي جدا فما حتى يكون يخذ حصريا تصنيع الماركات هذه المعروفة جدا هنال هل أنت ماذا تسميهم مثلا برشة ماركات مثلا تصنع 100% مثلا في بعض الشركات في تونس وبعض عديد الماركات الأخرى هنال مراد كيفيش السركات الصغرى نطلعها فرد مستوى معنا تفائل يجيك وقت ترى الشركات الرائدة لازم حتى الشركات الصغر اللي موجودين داخل الجمهورية كيما قلت لك يكونوا يتبعوا باش تكون فما معناها القاترة كل الكل تمشي وكيما قلت لك لو قطاع النسيج بسعر مكرو ستخذ عدد الشركات عدد مواطن الشغل والحاجة الثانية كيما قلت لك بقبيل حياة أو موت باشي يستمروا دونك مع التفائل لازم زاد الإرادة والموبيليزازيون بتاع الموارد المالية والبشرية من طرف زاد وانتي جاي من منطقة ساحل اللي بقى طبعا تبقى المنطقة رائدة في هذا في هذا الميدان تبقى اليوم الفين واربع عشرين متفائل كذلك بالنسبة لكوماندو الأخبار اللي عندكم خصوصا في منطقة ساحل إن شاء الله او قد كفهم شوية مشكلة خصوصية متعلقة بالكونجوكتور الراسونال سبيسيفيك لقطاع الجين يما قلت لك عندهم في المارشي أوروبيان نقص نقص البروديكسيون إن شاء الله يبدأ عنا برنامج خصوصي في الفئة هذي بتاع المصنعي الجين مش نساعدهم حتى على الضغط على التكلفة ونطنانش على تكون رولانس بتاع المارشي انترنسونو وكذا بالنسبة الجين على القرن بدون في مرحلة أولى معناها تعديل تكلفة الإنتاج زادة بش المحافظة على مواطن الشغل الموجودة حتى كم شعم تعديل تكلفة بقصان شاري مشافار لا صرت تعديل تكلف كما قلت لك بالسياسات والازوتي نجمو نحطوهم بش هما يكون أكثر مثلا خطر التريتمون تعلمي روسيكلاج كتب أنت عندك نسبة معينة تعليق روسيكلية ديجا تربح برشا في انترم دو ماتير برمير باش تشريها وراو ديشي تكستيل مراد راو دي كونتيتي انورم معناها يسمح لك باش تعمل كونتيتي كبيرة متاع بروديو فيني من استغلال الماتير برمير لشوت متاع اللي نسمي ومحنا في التكستيل إن شاء الله نحن نقول وإن شاء الله ما بعضنا الناس كل وإن شاء الله زيد احنا معنا يعليش معنا الشركاء وطنيين كما قلت لك الوزارات المعنية وغيرها إن شاء الله مع بعضنا الناس كل ستان بساج كريتيك مرحلة حساسة بالنسبة للقطاع إن شاء الله ننشح مع بعضنا الكل باش ننواصل ونكونوا من أكبر مصدرين إن شاء الله في القطاع هذا إن شاء الله شكرا لي كواجدين في تيانت المنسق العام لهذا المشروع جي تيكس من تيكس 2 مشروع تحمله مركز التجارة الدولية وهي منظمة أممية لسنتر دي كوميرس انتغناسيونال بعد قليل يكون ضيفنا فاضل جعايبي أقعد معنا في عنا أجند عنا أجند